رغم حظر السجائر، تجارة المخدرات يبدو أنها تزدهر أكثر في أفغانستان فقد ازدادت زراعة الأفيون هذا العام بمعدل الثلث منذ سيطارة طالبان على السلطة في آغسطس العام الماضي وفق تقرير أمني ورغم حظر طالبان زراعته، فإن أسعار الأفيون ارتفعت بشكل كبير وبحسب الأمم المتحدة، فإن زراعة الأفيون وصلت إلى 233 ألف هكتار والدخل الذي حققه المزارعون من مبيعاته ارتفع من 425 مليون دولار عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار عام 2022 وتحتكر أفغانستان تقريباً إنتاج الأفيون والهيروين الذين يشكلان 80 إلى 90% من الإنتاج العالمي وفقاً للأمم المتحدة ويبدو أن المزارعين الأفغان محاصرون الآن في اقتصاد الأفيون غير المشروع غير أن أسعاره المرتفعة حالياً مغرية للمخاطرات بزراعته هي ليست المحاولة الأولى للطالبان فقد سبق وحضرت زراعة الأفيون عام 2000 قبل الإطاحة بها من السلطة وحاولت أمريكا وقوات حلف شمال الأطلسي خلال وجودهما لنحو عقدين في أفغانستان الحد من زراعة الأفيون وتشجيع المزارعين على التحول إلى محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران لكن وفقاً لخبراء فقد أحبطت طالبان محاولتهم بسيطرتها على المناطق الرئيسية لزراعة الأفيون ما در عليها مئات الملايين من الدولارات اشتركوا في القناة